قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع إن الحكام قد عطلوا الجهات وهذا يقتضي كفرهم والخروج عليهم والجواب عن هذه الشبهة أن أمر الجهاد موكول إلى ولي الأمر فالجهاد إنما يكون مع ولي الأمر والنظر في مصلحة الجهاد إنما هو لولي الأمر بعد استشارة العلماء فالواجب عليه أن ينظر فإن رأى في حال الأمة ما يمنع الجهاد امتنع عنه وإن رأى في حال الأمة ما يقتضي الجهاد أقامه وليس هذا تعطيلاً للجهاد بل هو تنزيل لحكم الله في موقعه وموضعه وذلك أن الجهاد يا إخوة مرَّة بمراحل أن الجهاد مرَّة بمراحل المرحلة الأولى الأمر بالصبر وكف اليد وهذا كان في المرحلة المكية كلها كان المسلمون مأمورين بكف اليد والصبر لضعف المسلمين والمرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال من غير أمر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فأذن بالقتال من غير أمر والمرحلة الرابعة الثالثة الأمر بقتال من يعتدي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه والمرحلة الرابعة الأمر بالسيف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الآيات وقد بيَّن شيخ الإسلام بن تيمية ومن كثير ومن كثير الحكم المتعلق بهذه المراحل وأعلن نذكره بعد الأذان إن شاء الله عز وجل نعم أقول يا إخوة إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومن كثير وابن القيم وجمع من العلماء بيَّنوا أن هذه المراحل في الجهاد لم تُنسَخ ولم ينسَخ ولم ينسَخ واجِب إقامة الجهاد فالواجب على ولي الأمر أن ينظُر فإن وجد أن الأمة في حالة ضعف فإنه يأخذ بمرحلة الصبر وكفِّ اليد يدل على ذلك أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم يوحي الله إليه إني قد بعثت عبادًا لي لا يدان لأحدٍ منهم بقتال فحرِّز عبادي إلى الطور يعني يوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام إني بعدت عبادًا لي وهم ياجوج وماجوج لا يدان يعني لا قدرة لأحد بقتالهم فحرِّز عبادي إلى الطور يعني اصعدوا إلى الطور وهذا حال ضعف وعدم قدرة فلا يقاتلونه وإنما يتحصنون بما يحفظ به المسلمون وهذا دليل على أن هذه الأحوال باقية لأن هذه الحال تكون في آخر الزمان ويدلُّ على ذلك أن الجهاد لا يكون إلا في حال القوَّة والقدرة فلا بدَّ من القدرة الخاصة والعامة لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وقد نفى الله الحرَّج عن الأعمى وعن الأعرَج لعدم قدرتهم فإذا لم توجد القدرة الخاصة أو العامة فإن الجهاد لا يُطلب وكذلك القوَّة القوَّة في السلاح وفي المهارة وفي العدد فإذا وَجَدْ وَلِيَّ الْأَمَّرِ أنَّ الأُمَّة ليس عندها قوَّة في السلاح أو المهارة أو العدد فإنه لا يُقيم الجهاد لكن الواجِب عليه أن يُعدَّ العُدَّة لأن الله عز وجل بالنسبة للقوَّة في السلاح ومهارة القتال قال وَأَعِدُّ لَهُمَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاقِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ قال الله عز وجل وَأَعِدُّ لَهُمَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وهذه القوَّة فسَّرَه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن القوَّة الرَّمِي يعني المهارة في استعمال السلاح ومن رِّباط الخيل قال العُلماء هذه القوَّة في الآلة هذه القوَّة في الآلة لأن الخيل في ذلك الزمان كانت أقوَّاء الآلات في القتال ولذلك في الغنائم يُرْضَخ للفارس أكثر من الرَّاجل واليوم الآلات متجدِّدة وهذه القوَّة لابد أن يتحقَّق فيها الشرط وهي أن تُرْهِبَ العدو ولذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله اتَّصل عليه الشباب وقالوا يا شيخ نريد أن نُقاتل نريد أن نُقاتل الكفار فقال يا أبناء اصبروا ولا يحلُّ لكم القتال فإنه لا طاقة لكم به وإن الأسلحة التي معكم بالنسبة لعدوِّكم كسكاكين المطبخ أمام الدبابات ما تنفعُّ شيئًا وبالنسبة لقوَّة في العدد فإن المعلوم أن الأصل في الأول أن المسلم يُقابل عشرة ثم خفَّف الله عن الأمة فجعل الواحد يُقابل اثنين فإذا زاد عدد الكفار عن ذلك جاز للمسلمين عدم قتالهم فالله خفَّف عن الأمة فجعل المئة قابل مئتين والألف يُقابلون ألفين فإذا زاد الخفار عن هذا العدد جاز للمسلمين عدم قتالهم ما نقول يحرُم عدم قتالهم لأن ينظر الإمام الموكول إليه الجهاد في المصلحة فقد يرى المصلحة في قتالهم وإن كانوا أكثر عددًا من المسلمين لكن الذي نريد هنا أن نقول إن الإمام إذا رأى أن عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين أكثر من أن يُقابل المسلم كافرين فإنه يجوز له أن يرى عدم القتال وليس في هذا تعطيلٌ للجهاد بل هو تنزيلٌ لأمر الله سبحانه وتعالى